اتفاقٌ هو الأحدث بين الأمم المتحدة والرياض العنوان الظاهر لهذا الاتفاق هو تحسين وتعزيز قدرات آلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش على السفن المتجهات إلى الموانئ اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون بوغية تسريع توصيل إمدادات الإغاثة إلى اليمن وضمان عدم تهريب الأسلحة السافير السعودي لدى اليمن محمد بن ألجابر أبلغ الصحفيين في جنيف بأنه سبق وانجتمع في الرياض مع مدير لجنة الرصد والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة وفريقه واتفق على تحسين القدرات وتعزيزها واستناداً إلى هذا الاتفاق ستزيد اللجنة عدد مفتشيها من أربعة إلى عشر مفتشين ومراقبيها من ستة إلى ستة عشر مراقباً وستحسن كذلك التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن بهدف زيادة عدد السفن التي تصل إلى ميناء الحديدة بحسب السفير بن ألجابر ستة عشر مفتشاً مراقباً لا يصنعون الفارق بل يمررون تسوية يبدو أن الرياضة مجبرة على القبول بها في ظل الضغوط الهائلة التي تتعرض لها من المجتمع الدولي في مقابل فساد أهداف التحالف على الأرض وفقاً للمراقبين خصوصاً وأن هذا الاتفاق يأتي بعد أيام قليلة فقط على الاتهامات المباشرة التي وجهها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان جاريك إلى التحالف والحثيين بإعاقة وصول المساعدات إلى المدنيين في اليمن ويتمركز هذا العدد المحدود من المفتشين والمراقبين التابعين للنجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في موانئ جيبوت ودبي وجدة وصلالة لمراقبة الشحنات المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحثيون ومنها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ويرى بعض المراقبين أن ترتيبات كهذه تحقق واحدة من أهم أهداف الحثيين وتمنحهم فرصة أكبر للاستفادة من بقاء أكثر موانئ البلاد نشاطا تحت سيطرتهم وتوفير مليارات الريالات سنويا نظير الرسوم الجمركية والضريبية أمر سيسهم في تعزيز النفوذ العسكري والسياسي للحثيين في مقابل النفوذ المتنامي للتنظيمات الانفصالية في جنوب البلاد والتي تعزز قرضتها يوما إثر يوم على مقدرة البلاد هناك بدعم مباشر من هذا التحالف